والحقيقة يمكن إحنا كحكومة منذ بداية الأزمة ومن قبلها حرصين كل الحرص على متابعة ما يكتب عن مصر سواء في الخارج أو الداخل وبنتابع كل مواقع التواصل الاجتماعي وبنشوف أراء البصرين إيه وبنسمع في البرامج الحوارية اللي بيتقال من الخبراء والحقيقة يمكن اسمحولي أقولها بمنتال أمانة إن وجدنا أحياناً إن بعد هذه الأراء مش مبني على معرفة دقيقة بواقع وأحوال الاقتصاد المصري وإن ولا الأرقام الحقيقية اللي بتعكس واقع الاقتصاد المصري وابتدينا بنسمع وبشوف من واقع التواصل الاجتماعي إن مصر في أسوأ أزمة ممكن إنها تمر بيها وبنشوف كلام كتير جداً وتخوف من شبابنا ومواطنين على الأزمة الموجودة وحرصوهم على بلده وعشان كده يمكن قلت أو قلنا كحكومة إن هذه الجلسة الافتتاحية عشان نقدر إن إحنا نتحرك نحو خريطة طريق للمستقبل مهم جداً إن إحنا نعرف واقع اقتصادنا كان شكله إيه نعرف إحنا كنا فين في الماضي وبقينا فين دلوقتي عشان لما نبني حلول للمستقبل تبقى مبنية أولاً على قعدة معلومات كلنا عارفينها وعن واقع عارفينه وعن تحديات كلنا نتوافق عليها ومن هنا وجدنا إن أفضل شيء عشان نعرف كيف كنا وأين نحن الآن إن إحنا نعمل تحليل واستقراء للاقتصاد المصري على مدار الأربعين سنة الماضية والحقيقة لما رجعنا الأربعين سنة وجدنا إن يعني هذا المؤتمر الاقتصادي اللي دعا عليه فخامة الرئيس هو المؤتمر الرابع على مدار الأربعين سنة الماضية والحيمكن اسمحولي هنا إن أنا قلت إن إحنا نستغل مخرجات هذه المؤتمرات الاقتصادية عشان نحلل ونشرح وضع الاقتصاد المصري إيه وإحنا وصلنا لإيه بعد كل مؤتمر منه عشان لما نيجي النهاردة نخرج بتوصيات من مؤتمرنا نبقى بنضع حاجة واقعية كلنا نبقى حاسين إن دي قابلة للتنفيذ لإنه هو ده الأهم فالحيمكن اسمحولي في الجزء الأول من العرض إن أنا أحلل مخرجات مؤتمرين مهمين جداً لمصر المؤتمر الأول أطلق عليه المؤتمر الاقتصادي الكبير سنة 1982 والمؤتمر الثاني هو مؤتمر مصر المستقبل 2015 وليه اخترنا المؤتمرين دول لإن واحد منهم الحقيقة كل واحد فيهم كان جاي ومصر في خضم ظروف استثنائية جداً مؤتمر 1982 مصر كانت خارجة طبعاً بعد حرب 73 ونصر أكتوبر والدولة المصرية كانت خارجة من اقتصاد كان مثقل بمشاكل هائلة في هذه الفترة حصل توجهات اقتصادية معينة كان سياسة الانفتاح الاقتصادي حصلت بعض الأزمات السياسية التي انتهت باختيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات وتولي الرئيس الراحل حسن بارك زمام الأمر اشتركوا في القناة